قيادة المنطقة السادسة لحرس الحدود وبالقرب من قضاء سنجار أحبطت محاولة مهربين إدخال مواد مخدرة إلى البلاد نتج عن هذه العملية اشتباكات أدت إلى ضبط أكثر من 20 كيلوغراما من المواد المخدرة وقتل أحد المهربين من خلال الكاميرات الحرارية تم رصد عبور مجموعة تنقل المواد المخدرة وبالفعل تم نصب كمين لها محكم وتم قتل أحد أفراد العصابة وضبط الكمية وكانت 22 كيلوغرام من مادة الكريستال وزارة الداخلية أعلنت أن أعداد الذين ألقي القبض عليهم خلال الشهر الماضي من قبل مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بلغ أكثر من 1300 مهرب وتاجر ومتعاطي للمخدرات تم القبض خلال الشهر الماضي فقط على 1325 متهم ليصبح مجموعة المتهمين لتسعة أشهر الماضية 12300 متهم بالتجارة والترويج والتعاطي وكذلك ضبط 337 كيلوغرام من المواد المخدرة وعلى أكثر من 14 مليون و300 ألف حب من حبوب الكبتاجون والمؤثرات العقلية ليست المرة الأولى التي تعلن الأجهزة الأمنية عن محاولات إحباط تهريب المخدرات عبر الحدود وذلك بعد تنشيط الرقابة على المناطق التي تشهد تحركات مشبوهة لعصابة التهريب وتجار المخدرات من بغداد محمد العيداني العراقية الإخبارية